حبيبي الابطال اهلا بكم في حلقة جديدة مع اي تيوبي هاني منسي اهلا بكم مهم جدا وانا بتعلم لغة انجليزية ان انا اعرف اكتب بطريقة سليمة وصحيحة ومعايا بطريقة سهلة وصحيحة كده في الكتابة برجا اللي احنا اخدناها قبل كده اولا في اربع سطور بيحددوا الخط بتاعي في حروف بتطلع او بتاخد الحيز ده الحرفين او السطرين اللي في النص وبتطلع فوق وفي حروف بتاخد الحيز ده في النص بالزبط وفي حروف بتنزل لغاية السطر اللي تحت ده بالشكل ده طيب غالبية اللي احنا بنشتغل عليه والكشكيل اللي احنا بنشتريها من المكتبات بتبقى آآ سطرين بس السطرين بس اللي هو يشتغل عليهم اللي هما دول اللي في النص يعني هنلغي ده وهنلغي ده يبقى احنا هنقول ان احنا عندنا سطرين طيب في حروب بتطلع فوق السطرين في حروب بين السطرين بالزبط وفي حروب بتنزل تحت السطرين ده مبدئيا كده يبقى ثلاثة اشكال للكتابة بتاعتي آآ بالنسبة كل الحروف الكابتال حضرات كل الحروف الكابتال بتبقى فوق السطرين تمام يعني بتاخد الحيز اللي احنا قلنا عليه من شوية اللي هو فوق السطرين بالشكل ده ايه لما تبقى سمول تبقى بالشكل ده بين السطرين ايه حرف التاني خلي بالك وانا بكتب وهات قلم وورقة واكتب معايا بي بي السطرين بيحددولي اي كيرف او اي دايرة او اي بطيخة بتاعة الايه بتاعة الحرف سي زي ما اتفعنا كل الحروف الكابتال فوق السطرين مفيش اي حرف ابدا ينزل تحت سي بين السطرين دي دي البطيخة او بين السطرين الحرف بيطلع يكتب بالشكل ده ركز معايا واقلت واعيد الفيديو اكتر من مرة علشان اه توصل للخط والكتابة الصحة ايه ايه اي سمول في النص بين السطرين ايه طبعا او الانجليش وانجليش لازم تبقى كابتال لتر كل المواد دراسية لا مش كل المواد دراسية كل لغات تبقى كابتال لتر لكن المواد دراسية الباقية لا اف اف هنا تبقى زي عكس لكن هنا كابتال لتر بتبقى خط مستقيم جي زي السي وبنطلع نعمل شرطة كده وننزل جي اول حرف ينزل تحت السطرين اتش اتش سمول الشرطة ايه 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 انه تبسي الفوق جي تفاقنا ان كل الكابتال فوق جي سمول تاني حرف ينزل تحت السطرين كيي كيي ال في خط مستقيم مع السطر اللي تحت ال كابتال معقائز اتنين تلاتة ان كله بيطلع فوق من ان ان اتنين عكاز بس أو في النص بالضبط بس في النص بي كابتال فوق السطرين بي سمول العصائب تنزل طبعا هنا بي لكن دي بي كيو كيو حرفي بينزل تحت السطرين أر أر سمول في النص أس أس سمول في النص ت الشرطة من فوق خالص ت الشرطة في النص يو من غير العصاية دي يو في النص وليها الشرط الصغير دي بي 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 كم حاجة كده بصرحة كل كابتل لتر فوق السطرين طب تفاعل ماشي طب سمول لترز سمول لترز ليهم أو بتاخد أو ليهم ثلاث أشكال يعني مثلا ناخد القليل الأول الحروف اللي بتنزل جي ج بي كيو وبعد كده واي دول كده خمسة اللي بينزلوا تمام ناخد الحروف اللي بتطلع فوق زي الكابيتل زي الكابيتل أول واحد بي دي أف أتش كي أل تي واللي بيطلعوا دول تقريبا سفن دول كده سفن اللي بينزلوا كام قلنا فايف الباقي كله في النص الباقي كله هيبقى في النص يبقى أنا عندي كابيتل ليترز فوق السطرين عندي سمول ليترز في حروف تحت الخمسة دول في حروف فوق السبعة دول وفي حروف سفنتين فورتين ليترز ودول في النص ما بين السطر بكده حبيبي تقدروا تكتبوا وتتابعوا وتعيدوا وتزيدوا لغاية ما تصل بخطك ان هو يبقى احسن من الخط لك كمان اوكي بالتوفيق حبيبي على مهلك وانت بتتعلم ما تستعجلش عيد وزيد واكتب بقلم الرصاص الاول لغاية ما تتمكن من الخط وبنكتب بكيف بالتوفيق حبيبي جود لك